عملية الشراء التي قمت بها على حسابك الخاص جيميل اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى هنا نقوم بالضغط في الأعلى نقوم بالسحف ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى هذا الخيار هنا نقوم بالضغط على الدفعات والاشتراكات ثم بعد ذلك سوف يقوم بأخذنا إلى هذه النافذة نأتي إلى الأسفل نأتي إلى عملية الشراء نقوم بالضغط على إدارة عملية الشراء وبعدها سوف يأخذنا إلى هذه النافذة وهنا سوف ترى عملية الشراء التي قمت بها في هذه النافذة هنا على حسابك الخاص جيميل وهنا كما ترى سوف يتم معرض عملية الشراء التي أجريتها وهنا لا توجد أي عملية شراء قمت بها على حساب الخاص جيميل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر ان شاء الله